أشهد صاحب أسمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء بمسار العلاقات بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية والنتائج الإيجابية المثمرة التي حققتها زيارة حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة إلى موسكو الشهر الماضي مما يعزز علاقات البلدين الصديقين ومواصلة الارتقاء بها على الأصعيدة المختلفة جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم بقصر الإقضيبية سعادة السيد فيكتور سمرنوف سفير روسيا الاتحادية لدى البحرين حيث نوه سموه بتجشين أول رحلة مباشرة لطيران الخليج من مملكة البحرين إلى موسكو الأسبوع الماضي مما يأتي كأحد الأمثلة البارزة لتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين معربا سموه عن اهتمامه المباشر للعمل على تنفيذ المخرجات التي تمت خلال زيارة عهل البلاد المفدة وكذلك الزيارة التي قام بها سموه في وقت سابق من هذا العام من اتفاقيات وتفاهمات والعمل على دعم كل ما من شأنه يصب في سبيل تنفيذها وهو ما سيدفع نحو فتح أبواب متعددة للعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين خاصة في المجالات الصناعية والاقتصادية والتجارية كما أثنى سموه على ما يقوم به السفير من جهود نجابية في سبيل تعزيز العلاقات ثنائية المشتركة والعمل على متابعة تنفيذ مخرجات الزيارات المتبادلة بين البلدين على كافة المستويات من جانبه أعرب سفير روسيا الاتحادية عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد على دعمه الكبير لمواصلة توطيل العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين منوها بنجاح زيارة صاحب الجلل الملك المفدة إلى روسيا الاتحادية وزيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد والتين يتم العمل على تنفيذ مخرجاتهما بالتعاون مع الجانب البحريني بدعم واهتمام مشترك من قيادة البلدين